الصلاة خير من النوم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لذي المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمًا وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانًا كلا بل لا تكرمون اليكيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جمّا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح من العقبه وما أدراك من العقبه فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدا الصلاة خير من النوم يوم من النوم